الفرق الامكانيات والقدرات الموجودة بين الفريقين الطموح بين المنتخبين الكبيرة إيطاليا من المنتخبات المرشحة لهذه البطولة بلجيكا الهدف أنه تقدم صورة جيدة عنها لا نسأل المدرب بلجيكا صرح وقت ما طلعت القرعة بأنه ما حيلعب أول مباراة مع إيطاليا قال له هذا أنا كنا نتمنى أن القرعة تخدمنا أحفظا من ذلك هذا دليل على أنه يعي إمكانيات فريقه المفارقات الموجودة في المباراة أنه ما يتميز في إيطاليا موجود نقاط الضعف في بلجيكا والعكس صحيح يعني مثلا زي إيطاليا تعاني من الهجوم وتتميز في الدفاع إضافة أنه المدرب خياراته ما حدمته أنه في الوسط العناصر اللي أخذها هو اعتمد على العناصر الشابة أكثر من العناصر الخبرة ومن أخذهم في الخبرة أصيبوا خلال الاستعداد لهذه البطولة مما اضطر أنه يدخل في تشكيلة شابة تقريبا حتى في بعض المحلين يطلق عليها بأنه وجه جديد أو لإيطاليا ولكن تظل إيطاليا كاسم منتخب مرشح قوي جدا لهذه البطولة ومن الفرق الشريسة إذنيا نحن كنا نعلم بأنه المنطخب الإيطالي يتميز بالتكتيك الدفاعي بأنه دائما هو الأهم عندهم أنه ما يتسجل فيهم أهداف ويلعبون على هجمات مرتدة بقوة الأطراف والهجمة وتنوع الأطراف والتصوير من بعيد وجود عناصر متمكنة موجودة في منطخب إيطاليا يقابلها نقطة ضعف أساسية في منطخب بلجيكا اللي هو خط الدفاع خط الدفاع البلجيكي حتى الأظهر لأنه بلجيكا ما تملك أظهر متميزة اضطر المدرب أنه يستعين ببعض العناصر اللي موجودة تلعب في وسط الدفاع كي يلعبوا أظهر لأنه ما يملك هذه العناصر في بلجيكا في هذه الخانة لكن بلجيكا يميز الفريق قوة الهجوم عدد كبير من عناصر وخيارات موجودة لدى المدرب ممكن أن يستعين فيهم خلال هذه المباراة البلطولة وبالذات مباراة إيطاليا لاستغلال الضعف الموجود في وسط إيطاليا والضغط على الدفاع الإيطالي المتمكن اللي هو يعتبر أقوى خطوط الدفاع إضافة للحراسة اللي تملك خبرة بفون من أميز الحراس في العالم الآن وما زال إلى الآن يقدم مستويات راقية ومتميزة رقم كبر سنة ترجمة نانسي قنقر